بس ماك الحزب الشاي قبل أوباما؟ تمام يعني التطرف اليميني أو حزب الجمهوري يعني أن يجنح إلى اليمين وأنه أكثر تطرفاً وحدة في مواجهة مهاجرين أو غيره سبقى الأوباما لا بس أزيد حضرتك مشاري بيت هو درواتي ما بعد اللي أنا حزب الشاي أو يعني ظهور ترامب يعني ترامب بقى ده شي وقهوة ونسكاثير لا داخدهم داخدهم ناحية بالظبط لا لا ماهو داوت بقى أنا مش عارف أن أقول ده فعل ولا رد فعل واخد بالك يعني إنما هي نقطة تقدر تنطلق بينك بالظبط اللي هي عصر أوباما هي دي النقطة اللي بانت اللي اتبلورت فيها المشكلة دا معا أن فصل الاستقطاب دا يعني أنا من ضمن الناس اللي كنت فرحان جداً بالرئيس أوباما لأن دوت معناه أن ابني في يوم العيام يقدر يبقى رئيس الولايات المتحدة الأمريكية دا معناه راجل كان والده أفريقي من أصل إسلامي يعني حاجات كده هي دي أمريكا اللي احنا بنحبها يعني احنا رحنا عشان هردو النهاردة واحد أصله تشيكي باين ترامب لا بس يعني والتانية من جامايكا على الهند فبرضو يعني الدنيا مفتوحة لا بس أوباما يمكن حضرتك طبعاً عارف دايماً إحنا متخيلين من رئيس الولايات المتحدة الأمريكية شابه جورج بوش كده لأب راجل أبيضاني وطويل واخبالك أو بيل كلينتن أو أوباما كاسر الحتة ديت فكانت حتة كويسة جداً وكان يقدر يستخدمها في الاتجاه المضبوط ولكن الحزب الديمقراطي معرفش بقى أوباما ولا الحزب لكن أجندة الولايات المتحدة الأمريكية اختلفت ما بعد يعني دي نقطة الانطلاق معرفش من السبب يعني رأيك إنه يعني جنوح الحزب الجمهوري إلى أقصى اليمين الترامبي رد فعلاً على جنوح الحزب الديمقراطي ما بعد أوباما يعني ممكن دور يكونوا شوية ما برضو ممكن يكونوا الديمقراطيين جنحوا بسبب مثلاً تفضلوا آه ياريت نعرض تفاصيل الأحزاب قدامنا معانا يعني ممكن يكون برضو الديمقراطيين جنحوا بسبب مثلاً التشدد الكبير جداً للحزب الجمهوري في ملف الهجرة يعني في ملف الهجرة حزب الجمهوري مش عايز يدخل نفر الولايات المتحدة الأمريكية فهنا في تطرف يميني صحيح كبير جداً وهنا تطرف يساني فهنا وصلنا للمرحلة دي بقى بالضبط إن إحنا أصاد الحزبين في أكبر درجات وأوسع درجات الاستقطاب عشان كده حضرتك شايف وحضرتك تفضلت وقلت إن المنافسة شديدة جداً 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 يعني ما نشغلش الكادر كله بيها يعني هي ورثة بايدن ده شيء إيجابي لها؟ ده سؤال لا هي ورثة دعم الحزب الديمقراطي وده إيجابي لكن ورثة بايدن بيرفورمنس أو أداء دي كارثية بالنسبة لها طب ده خلينا أسألك سيد مايكل تنتابع يوم بيوم في الولايات المتحدة الأمريكية ترامب بكل حالته دي وإحساسه بالتفوق وصم المنظرة الكارثية اللي عملها بايدن جات كاميليا هاريس فأقل من أربع شهور ماشي معاها 48-48 وفوزها أنا أتصور إن واحدة جاي من الضل تماماً مخبوئة وصوتها وصورتها خافتة خلف بايدن على مدى الأربع سنوات بطريقة أستوك نعم فإذا بيها تخرب فأربع شهور فتنافس ترامب إلى درجة إنها يعني كتف بكتف ده معناه أن ترامب ضعي إلا كان مرشح بمقراطي لا ده معناه أنه جو بايدن الدعمين ليه ما صدقوا يلاقوا حد غيره عشان يدعمه لأنه هما يعني يعني الداعمين له ما صدقوا أحد يتاني غيره عشان يدعمه لأنه هما ما قدروش عشان معناه أنه هما مرحوش ناحي ترامب برضي مرحوش لا لا يعني وكأنه كل يعني الترافين مقسومين وكلو ها بيظهر على اسمه قدامه بالضبط هو بص هي ميزة وعيب الحزب الديمقراطي أنه هما يعني ميزة كبيرة جدا أنه هما بيتحدوا خلف مرشح بعينه واخد بالك يعني حضرتك طبعا اللي كان ممكن تتخيل كان في حزب عندنا كده هنا وكان كل الناس تجري وراءه بغض النظر مين اللي هيبقى رئيس الحزب ده واخد بالك ده ده نفس الأجندة بتاع الحزب الديمقراطي ولكن الأداء وأنا ما بحبش هتكلم في النقطة دي كتير لأنه الحالة الصحية للرئيس الحالي جو بايدن الحقيقة كانت تثير الشفقة يعني أنا يعني أنا بقول أنه يعني الزج بيه في المشهد دوت هو يعتبر ألدر أبيوز يعني أبيوز للكبار زي لتشاند أبيوز كده إساءة للاستخدامه لأن الراجل صحته يعني ما إدارش يتعامل مع عملها أما ده اللي بقوله بقى أنه إحنا في 48 ساعة كاميلة هارس تجمع أكبر تمرهات ممكنة 500 مليون دولار يا أستاذ بردن